موسيقى مشاهدنا أهلا بكم في نشاتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد ينظم المركز الإسلامي لتنمية التجارة يوم 29 من يناير الجري بالرباط الاجتماع الثاني والعشرين للمستشارين الاقتصاديين لإسفارات الدول العضاء في منظمة التعاون الإسلامي المؤتمدة بالمغرب وفد بلغ للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن هذا الاجتماع الذي ينظمه المركز سنويا يهضف إلى تبادل الآراء مع المستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول العضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الرباط بشأن أنشطة ومشاريع المركز برسم سنة 2024 ويوضح المصدر ذاته أن النقاشات ستركز على عروض تهم آخر تطورات التجارة الدورية ولفق تجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي وكذا على عروض تتعلق بأنشطة المركز الإسلامي لتنمية التجارة برسم سنة 2024 وفي قبر نخرت لقت المجموعة الصناعية والصينية المتخصصة في تصنيع شفارات توربينات الرياح أيولون أول مشروع استثماري لها بالنظور ليصبح سدسة من نوعه لشركة والأول لها خارج الصين وسيعزز هذا المشروع الإنتاجي الجديد الذي جرى حفل إطلاقه بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي مكنت جهة الشرق في دينامية الاستثمار الخاص بالمملكة وفي كلمة بالمناسبة أبرز سيد الجزولي الشركة المثمرة بين الصين والمغرب أشيرا إلى أن هذا الاستثمار الكبير سيصاهم في تحسين مناخ الأعمال في بلادنا ومن شأنه جذب المزيد من المشاريع خاصة بجهة الشرق من جهتها شرع رئيس المدير العام لأيولون إلى أن الانطلاق أو انطلاق الأنشطة الإنتاجية لشركة خارج الصين يعد خطوة مهمة في السعي لتحقيق التميزي التشغيلي وتحسين تنفسية الشركة ننتقل إلى برلين حيث تحظى المنتجات المحلية المغربية بفضل تنوغها وأصلتها وتفردها بنجاح كبير خلال دورة الثامنة والثمانين للأسبوع الأخضر يدولي المنظم خلال الفترة ما بين التاسع عشر وثمان والعشرين من يناير الجاري ويتميز الجنح المغربي الذي أعدته المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنصيق الصدرات موروكو فوديكس تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات بنحو عشرين روقا وخصصا للمنتجات المحلية المغربية وتعكس المشاركة والدعوبة للمغرب في مختلف نسخ الأسبوع الأخضر الدولي ببرلين على التزامه بالتميز حيث يقدم صورة رئعة لفن الطبخ والتراث الثقافي للمملكة متابع الآن مشاهدنا بأسعار النفط التي تتذبذبت بين خسائر ومكاسب طفيفة اليوم مع تقييم المتدولين لتأثير عدة عوامل على الأسعار منها التوتر والجو السياسي والمخاوف بشأن ضعف الطلب وكذلك ارتفاع الدولار وارتفع عقد أقرب استحقاق لجاري مارس لخامي برينت بمقدار أربعة سنتات ليصل إلى تسعة وسبعين دولارا وتسعة وخمسين سنتا للبرميل كما ارتفع خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أيضا ليصل إلى أربعة وسبعين دولارا وواحد وأربعين سنتا وفيما يخصص على ذهب فقد استقرت اليوم وعوضت خسائرها المباكرة بيتزامن مع تراجعي الدولار عن أعلى مستوى له في ستة سبيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند الفين وتسعة وعشرين دولارا وتسعة وثلاثين سنتا للوقية بينما ارتفعت العقود الأجلة الأمريكية للذهب بسفر فاصل اثنان بالمئة إلى الفين وثلاثين دولارا وخمسين سنتا هذا وتراجع مؤشر الدولار بسفر فاصل ثلاثة بالمئة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثالث عشر من دجمبر يوم أمس ما يجعل المعادن الأسفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب أكتفي بعد القدر مشاهدي الكرام نلتقي بعد قليل في موجزا لأهم الأنباء دمتم في أمان الله